في جميع الأندية دايماً هو مساند لفريقه ويمكن بيكتفي بالدور ده النادي الأهلي جمهوره شريك في كل نجاحاته على مدار التاريخ دايماً بشوف جمهور النادي الأهلي عنده حتة مختلفة جمهور النادي الأهلي هو جزء من عقلية النادي الأهلي اللي ما بيشبعش اللي عايز طول الوقت بطولات هو أكتر فريق ممكن تشوف النادي الأهلي ما بيفقدش شغفه وليه؟ لأنه عنده جمهور ما بيفقدش الشغف عنده جمهور مختلف جداً عنده جمهور مميز بنتمنى يكون حاضر في مباراة وفاق ستيف بكسافة الأهلي الكابتن بيطلب في صدد أنه يطلب الحضور بالكسافة الكاملة في مباراة وفاق ستيف وحايا شوفنا قد إيه الجمهور بيفرق وجمهور النادي الأهلي منظم وعنده عقليته المميزة وعنده قدرته على دفع اللاعبين ما فيش شاك طبعاً إحنا شوفنا جماهير الرجاء ويمكن عجبنا المنظر طبعاً المهندس فرج عامر كان طبعاً بيشيد بالنادي الأهلي كعادته ويمكن مش بس يعني المهندس فرج عامر لكن مصدر سعادة شعب المصري بتتقال على لسان حتى غير المنتمين للنادي الأهلي بصفة أو بخرى لكن ننكلم على الجماهير ما فيش شك جماهير النادي الأهلي جماهير كبيرة جداً أنا ما شفتش أفضل من جماهير النادي الأهلي بصراحة يعني خلينا أنا متحيز جداً لجماهير النادي الأهلي لو كنا بنتكلم على الدخلات أو بنتكلم على الدخلة أو التشجيع أنا ما شفتش أفضل من نادي الأهلي إن شاء الله يكون الساعة ممتلئة إذا كان هنلعب على استاد القاهرة أو في السلام ملعب السلام إن شاء الله يكون يعني الكسافة المتاحة كاملة وأنا متأكد من دوت لأن جماهير النادي الأهلي كمان بتبقى عامل مهم جداً 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 في حوافز جديدة للعبين مواقف صعبة بتمر بالمباراة وأنا كنت لعيب وعارف في لحظات صعبة كده بتمر بالمباراة محتاجين جماهير النادي الأهلي تكون موجودة وهي لتفوق الفرقة مهما كان مسلماني قاعد بره لا الصوت العالي هو صوت النادي الأهلي النادي الأهلي بيقدمنا حتى السنة دي رغم الصعبات ملحمة جديدة إن شاء الله بإذن الله انتصار جديد وبطولة جديدة العشرة يا أهلي كلنا كنا بالنادي بيها دلوقتي الحداشرة يا أهلي وتكون البطولة الثالثة على التوالي